المعلم في وزارة التربية والتعليم اشتراها من وزارة التربية معلم آخر فذلك الظلم بعينه اخذت الشقة في عام 2010 لكن احنا صادفتنا مشكلة انه زملاء المعلمين في وزارة التربية والتعليم اخذوا الشقق نفس مساحة الشقق اللي احنا استملكناها بسعر اقل فمثلا انا بالنسبة لشقة اللي اخذتها على سعر الكاش بتكلب 27 الف لكن زملاء المعلمين اخذوا عن طريق نقابة المعلمين ثلفتهم الشقة تقريبا 16 الف دينار على اقصات وبدون فوائد لفداحة ما اصاب المعلم اشرف يوسف واصاب غيره من المعلمين ممن تدبروا امورهم منذ بداية تنفيذ مشروع سكن كريم لعيش كريم واشتروا شققا فيه حينما وجدوا زملاء لهم اشتروا شققا شبيهة بشققهم باسعار منخفضة لم يجد ما يقوله سوى ان يسأل وزير التربية والتعليم اين العدالة الاجتماعية هون عنا بسكن كريم لعيش كريم اسعار الشقق من 30 الى 50 الف لكن بعض المعلمين استطاعوا انهم يحصلوا على شقق باسعار تفضلية في منطقة ابو علندا سعر الشقة ما بتجاوز 15 الف بتمنى انه ينصفنا بقضيتنا انه قضيتنا قضية عادلة وقضية بدها تأمل من قبل وزير التربية والتعليم المعلم علي العبسي لا يرى ضيرا من تقديم الشكر لوزير التربية والتعليم على اجتهاده واستحصاله على ميزات نسبية لزملاء لهم بيد ان هذا لا يحول بينه وبين المطالبة برفع ظلم يشعر به بداية بشكر وزيرنا وزير التربية والتعليم محمد ذبات انه جاء بفكرة جديدة هي اعطاء المعلمين فرص في الاسكان باسعار مفضلة جدا جدا من قارب 12 الف الشقة لحد 16 الف بقصة شهري من قارب 100 دينارة اكثر بقليل بقليلهم من غير مواسطة البنوك انا بشكره لكن انا بالنسبة لي انا انا مظلوم جدا شاكيف بعد خدمة 22 سنة في التربية والتعليم بشوف زملائي المعلمين حصلوا على شقق نفس الشقق تبعاتنا ونفس المكرمة ونفس العيش كريم شاكيف باسعار تفضلية جدا جدا لكن انا بطلب من وزير التربية التعليم سيد محمد ذبات بدأ من انه افكر بهالمشروع الخير للمعلمين ومنح للمعلمين انه انظرنا احنا القدمة اللي اخذنا في الاسكان الشوق اسكان احنا رجعنا الوزارة لكن فوجئنا بوزارة ان حكت ان انتو خدت خارج المنحة ما وقع على بعض المعلمين من ظلم جراء حصول زملاء لهم على شقق باسعار تفضيلية يشعر به مواطنون اخرون يرون انهم مواطنون اردنيون وما يصيب الاردنيين من خير يجب ان يطاول الجميع عندنا هنا في الاسكان مجموعة كبيرة من السكان اخذوا بالاسعار القديمة وهي اسعار عالي جدا بالرغم انه في عندنا اسر عفيفة واسر ذات دخل محدود وبالكاد تستطيع هذا الاسر ان دفع القصد تاحها انا موظف عادي ومتقائد حاليا لكن جراني كلهم من المدرسين القدامى وموظفين حكومة مش عارف هل الحكومة في عندها بالنسبة للموظفين في خيار وفقوس بالنسبة للاسعار والشقق اللي احنا اخذناها انا شققتي 113 متر كاش كانت 26800 مع الاقصاط وبدفعة اولى وقفت عليه بحدود 42 ألف فانا سؤالي بالنسبة للفرق الاسعار المعلمين الجداد اللي اخذوا من الوزارة واحنا اللي اخذنا قديم هو معلم انا كمان عامل واغر الدنيا اخذنا الشقة بسكن كريم المستندة اخذت الشقة طلعت عليه ب42 ألف دينار بتقسيط واللهم اصلي على سيدنا محمد ووضع البيت تعبان كثير وبدأ سوونا مع المعلمين ومع الناس يدفع معظم المعلمين وغيرهم ممن اشتروا شققا بواسطة البنوك اقصاطا قيمتها تتجاوز 30% من دخلهم وتصل في بعض الحالات الى 70% وهذا كما يقولون يضاعف من شعورهم بالغبن مدفع قصة شهري 122 دينار شهريا قصة شكتي تكلفتني 36 ألف دينار 36 ألف دينار مبلغ مش قليل يعني على مدار 20 سنة شقتي انا مع الفوائد وصلت ل 49 ألف ونص بقصة 150 دينار تقريبا وهو يعتبر ثلث الدخل دخلي انا الحالي قرات بـ 315 دينار كان والقصة تبعي 200 دينار حوالي 140 تقريبا وطلعت ليش شقة 39 ونص حقها صيح 26 بالنسبة للمعلمين طبعا النقص اللي تبرق بيننا وبينهم حوالي بجوز 11-12 ألف أو 13 ألف دينار وصل بعض الأحيان القصة الشاري لها بحدود 70% من الدخل تاهم وهذه الأسر في بعض منهم من يأخذ معونات وإحنا كجمعية عندنا في أكثر من 70 أسرة تأخذ معونات بدفع قصة حوالي 150 دينار 140 وبظل لي حوالي 140 باقي راتبي وعندي خمس نفار بنتين وثلث أولاد وأنا والمرة السبعة وحياة كتاب الله لا أمنك تعريبه نقابة المعلمين لا تنكر وجود هذه المشكلة ومجلسها وبرغم اعترافه بوجود تفصيل له علاقة بالبنوك المقرضة يتطلع إلى محاولة تفكيك تعقيدات هذه المعضلة تمهيدا للوصول إلى تسوية تقبل بها الأطراف كافة وصلنا للعديد من الشكاوي من الأخوة الزملاء المعلمين بالميدان بالنسبة لقضايا شقاك شقاك كريم العيش كريم بالحقيقة هؤلاء الأخوة من المعلمين الذين حصلوا على شقاك قبل استلام وزارة التربية والتعليم للشقاك من دار التطوير الحضري هذه الشقاك حقيقة العيال لغط كبير بالنسبة لأخواننا وزملائنا نحاول حل هذه المشكلات مع مؤسسة التطوير الحضري كنقابة معلمين ومع وزارة التربية والتعليم حيث أن هناك فارق ما بين خمسة إلى سبعة آلاف دينار في ثمن الشقة لمن حصل عليها قبل استلام وزارة التربية والتعليم هذه الشقاك ولكن هناك معضلة كبيرة مع البنوك التي مولت المعلمين قبل استلام وزارة التربية والتعليم لهذه الشقاك ولكن نسعى الآن مع دائرة التطوير الحضري وسوف يكون لنا لقاء كمجلس نقابة معلمين مع دائرة التطوير الحضري لحل هذه المعضلة ومن ثم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المعنية بالتوضيح ما زالت صامتة برغم مخاطبتنا لها بهذا الخصوص منذ أكثر من شهر غير أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري أسهبت في التوضيح لكنها أحالت الأمر إلى وزارة التربية بوصفها الجهة المعنية بما نحن بصدده تم إنجاز ما مجموعة 8,448 شقة سكنية موزع على خمس محافظات فيما يتعلق بالدعم اللي حظي فيه المستفدين من شقق المبادرة الملكية للإسكان الدعم في عدة أوجه الدعم الأول أنه لم يتم احتساب كلفة الأرض والبنية التحتية على المستفدين عند احتساب ثمن البيع أو التقصيص له هذا وجه من الدعم وهذا لا يقل كنسبة عن 15 إلى 20% من كلفة الشقة ككلفة أرض وبنية التحتية فقط ما احتسب على المواطن هو كلفة التنفيذ مطروحا منها 15% تقريبا كتقدير يبلغ معدل الدعم حوالي 34.5% الآن يتحدث الإخوة المواطنين يعني وأنا يعني لا أنكر أنه يعني لهم حقا يتساءلوا عن بعض الأمور فيما تعلق بالأسعار خاصة بعد ما خصص مجلس الوزراء الشقق لإسكان المعلمين من خلال وزارة التربية والتعليم الحقيقة المواطنين الإخوة المواطنين يتحدثوا عن أسعار بيع 33.000 و 35.000 هو صحيح إحنا دا بنا نقارن دائما نتحدث عن سعر البيع النقدي بالنص قرارنة الوزراء أنه يتم تسليم الشقق المتبقية لصندوق الإسكان في وزارة التربية والتعليم لتخصص للمعلمين وبالتالي على أن تتحمل الحكومة أو الموازنة الكلف المترتب على ذلك سلمت هذه الشقق لوزارة التربية والتعليم لم تقبض أكرر لم تقبض المؤسسة أي أثمان لهذه الشقق من الوزارة ولم يكن هناك سعر بيع بين المؤسسة والوزارة إطلاقا لم تتدخل المؤسسة في تأهيل المستفدين وإنما هي كلها إجراءات داخلية في التربية لكن معلوماتنا أن الوزارة ما زالت تقوم تباعا بتخصيص هذه الشقق للمعلمين المستفدين منها اللي هم على رأس عملها سكن كريم لعيش كريم مكرمة ملكية كريمة استقبلها الأردنيون بخاصة الفقراء منهم بفرح وحبور لكن أن يشتري معلم شقة بسعر منخفض وآخر بسعر مرتفع أشعر الأول بالإنصاف والثاني بالظلم وما بين الإنصاف والظلم أتاهت الحقيقة وبات من الضروري الآن الإصغاء إلى مظلومية هؤلاء ورفع ظلم عنهم يقولون إنه فادح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر